السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله وقف امام سيد ديو ورفع لافتا وقال لحقوقي حقوقي دام في عروقي لن انسها ولو اعدموني ابدا الكلب من صفاته انه قنوع اللي اطلتك ياخدها والكلب من صفاته انه لدخل الدار كيب قايمة في العتبة عمره ما كيزعم ويدخل للصلاة وريع في المكان ديال الضيوف كدقا ديما نجاز في العتبة حدو ثم في التواضع خلق التواضع واذا غاب عنه سيده سيدهم شاغبر وخلى للدار كدقا يحرسوها بامانة يحرسوها بامانة من خلطة واحدة قرب للممتلكة دياله هذه بعض صفات الكلب قال لك فاذا اردت ان تكون ناجحا فعليك ان تتخلق باخلاقي كلبي اهل الكهفي فيه الصدق وفيه القناعة وفيه التواضع وفيه العفة وفيه بزرد الامتيازات ان ذاك تقبل ناحيتك طيبة وسهلة فهذا نصيحة لهذا الوليد الله يشفيه ضيع فيه الله يرد برد جميلة ولكل الشباب يقلبوا على الاصديقاء على الصحبة الطيبة يقلبوا على الصحبة الطيبة هذا هو مصحاب أما اللي غاد يمشي غيستعمل المخدير وغاد يمشي الواحد ديسكوتاك ولا غاد يريه حدا شاطئ البحر في جوف الليل واللي غير كده كده هذا غير بعد منه ضراره خطير وجسيم ولا بغي تقدم لشي خدمة نصحه خد بيديه ما لقيتش دعيليه بالهداية وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصلاح ويعطينا الصحبة الطيبة والصحبة الخيرة في الدنيا وفي الآخرة اللهم أمين اللهم أمين يا أكرم الأكرمين كن لك أنت صاحب كن مثل كلبي أهل الكهف عليك أن تكون مثل كلبي أهل الكهف شكونا هو هذا الكلب هذا اللي يليك سكون بحاله قال لك أهل الكهف يقول فيهم الله عز وجل ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم علماء تفسير قال كلبهم 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 لماذا ربك عز وجل عظم شأن هذا الكلب في القرآن العظيم رمى أنه كلب لماذا ربك عظمه في هذا السياق هذا قالوا لأن هذا الكلب صاحب الصالحين عندهم صاحب مع الصالحين ملكان أهل الكهف هما الشباب كانوا هربوا من واحد البلدة كان واحد الحاكم يسمى ديقليديانوس كان يدعي بأنه نصفه إنسان ونصفه إله يقولون أنا السليل الأرباب وقال الناس قد تعبدوني وغير القيم وغير المبادئ وغير التشريع غير كل شيء والناس خضعوا له إما رهبا وإما رغبة كل اللي طمعهم أعطاهم الفلوس وأعطاهم امتيازات قالوا إحنا معاك وكل اللي خوفهم بالحبس وبالضرب قالوا إحنا نحنا ساكتين هندخوصوا قريوسنا هكذا التاريخ البشرية نفس نفس سيناريوك يتكرر كتلقى الشعوب إما رغبا وإما رهبا فئاتون كتبغي امتيازات وكتصفق والفئة الثانية خيفة من اللعصة أنا كتسكت وديزا هكذا فهات الشباب ما سكتوش وبقاوك يعبروا على الاستنكار ديانهم ومن بعد سلط عليهم العساكر فقالوا نهربوا أجل نختفوا من اللي تموه غير يقلبوش مكان يختفوا فيه وما في الطريق ديانهم غير يقلبوا واحدا راعي مع الغنام ديانهم واحد الكليب يلسق فيهم الكليب يلسق فيهم واتبعهم ومن اللي يمشوا الكاف باش يتخباوا على أنظار هؤلاء الظلمة الله تعالى غد يعطينا آية من الآيات الدالة على وجوده والدالة على قدرته على الخلق وعلى الإيجاد بعد الموت غد يخليهم نعسوا في ذلك الكاف فلبتوا في كافهم ثلاثا مئة سنين وازدادوا تسعة هذه بوحدة دليل على الإعجاز القرآني لابتوا في كافهم ثلاثة مئة سنين ثلاثمائة سنة قامارية الشمسية تساوي ثلاثمائة وتسعود قامارية احتقل العلماء واش محمد ابن عبد الله كان رعي الغنم هل كان يقرأ علم الفلك والحساب قالوا لا قالوا ما كيف يقول هذا الكلام إذن هذا كلام الله هذا كلام معجز فلبتوا في كافهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة ثلاثمائة سنة هما ناسين من اللي فاقوا غد يلقوا القصة معروفة دي الأهل الكاف وغدى الجمعة سنقروها كاملين لأنها كيغفر بها الله ما بين الجمعات كون إلك أنت صاحب كون مثل كلبي أهل الكاف عليك أن تكون مثل كلبي أهل الكاف شكونا هو هذا الكلب هذا اللي يليك سكون بحاله قال لك أهل الكاف يقول فيهم الله عز وجل ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم علماء التفسير قال كلبهم 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 لماذا ربك عز وجل عظم شأن هذا الكلب في القرآن العظيم رمى أنه كلب لماذا ربك عظمه في هذا السيق هذا قالوا لي أن هذا الكلب صاحب الصالحين عندهم صاحب مع الصالحين مليكانوا أهل الكاف هما الشباب كانوا هربوا من الوحد البلدة كانوا واحد الحاكم يسمى ديقليديانوس كان يدعي بأنه نصفه إنسان ونصفه إله يقول أنا السليل الأرباب وقال ناس أتعبدوني وغير القيم وغير المبادئ وغير التشريع غير كل شيء والناس خضعوا لي إما رهبا وإما رغبة كل اللي طمعهم أعطاهم الفلوس وأعطاهم امتيازات قالوا إحنا معاك وكل اللي خوفهم بالحبس وبالضرب قالوا إحنا إحنا ساكتين هندخوصوا قريوسنا هكذا التاريخ البشرية نفس نفس سيناريو يتكرر كتلقى الشعوب إما رغبا وإما رهبا فئاتهم كتبغي الإمتيازات وكتصفق والفئة التانية خيفة من اللعصة أنا كانت سكت وديزا هكذا فهات الشباب ما سكتوش وبقاوك يعبرو على الاستنكار ديالهم ومن بعد سلط عليهم العساكر فقالوا نهربوا أجي نختفوا من اللي تمو غني يقلبوش ما كان يختفوا فيه هم في الطريق ديالهم غني لقوا واحدة راعي مع الغنام دياله واحد الكليب ويلسق فيهم الكليب لسق فيهم وتبعهم ومن اللي يمشوا الكاف باش يتخباو على أنظار هؤلاء الظلمة الله تعالى غد يعطينا آية من الأيات الدالة على وجوده والدالة على قدرته على الخلق وعلى الإيجاد بعد الموت غد يخليهم نعسو في ذلك الكاف فلبتوا في كافهم ثلاثا مائة سنين وازدادوا تسعة هذه بوحدة دليل على الإعجاز القرآني لبتوا في كافهم ثلاثا مائة سنين تلتمائة سنة قمارية الشمسية تساوي تلتمائة وتسعود قمارية احتقل العلماء واش محمد ابن عبد الله كان رعي الغنم هل كان يقرأ علم الفلك والحساب قالوا لا قالوا ما كيف يقول هذا الكلام إذن هذا كلام الله هذا كلام معجز فلبتوا في كافهم ثلاثا مائة سنين وازداد رسعة تلتمائة سنة هما ناسين من اللي فاقوا غد يلقوا القصة معروفة للأهل الكاف وغدى الجمعة سنقروها كاملين لأنها كي يغفر بها الله ما بدل جمعة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتراك في القناة